بسم الله و صلى الله على أجمل خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مولا عدنا إليكم و العود أحمد إن شاء الله ما هي إلا ساعات قليلة و يهل علينا هلال رمضان إن رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا و فعلا و زادك فاتخذه إلى المعادي فمن زرع الحبوب و ما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد العلماء يقولوا كده يقولوا إن رجب شهر الزرع و شعبان شهر سقي الزرع و رمضان شهر حصاد الزرع اللي زرع الحبوب في رجب بإخلاص و رواها بدموع التوبة و الأوبة و الندم في شعبان يحصل الخير و يجني الثمار في رمضان من زرع حصد و من جد وجد استقبل رمضان من الآن بالتوبة بالأوبة بالرجوع بالإقبال على الله ربنا أقول في القرآن و توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ربنا فتح لك أبواب للتوبة قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ربنا سبحانه وتعالى أول في القرآن عفى الله عما سلف يقول في القرآن إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يا من عصى ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم ارتوى ثم اعترف أبشر بقول الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف من تاب تاب الله عليه من عاد قبله الله من استقال من ذنبه فتح الله له أبوابه وأبواب التوبة قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها حتى ربنا بينزل في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يلق بجلاله وعظمته وهيبته سبحانه وتعالى يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له نادى وقد نزل الدنيا بلا شبه سبحانه عن صفات الخلق كلهم يا راغب النعم يا راهب النقم يا سائل كرم ينهلك الديم إلي يولي وعن غيري تولى وكن عبدي أصير لك الدنيا من الخدم خليك مع الله الدنيا كلها تبقى في خدمتك أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون فإن شهدت المكون كانت الأكوان معك وطوع أمرك وفي خدمتك بس خليك أنت مع الله خليك في أرض الله قائم بمراد الله منك عايزك تصلي صلي عايزك تصوم صوم أمرك بالزكاة زكي قيام الليل التهجد تشاغل قوم بدنياهم وقوم تخلوا لمولاهم فألزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلق أغناهم يصفون بالليل أقدامهم وعين المهيمن ترعاهم فطوبى لهم ثم طوبى لهم إذا ما بالتحية حياهم استعد من الآن لرمضان استغفر وتوب ورد المظالم لأصحابها وقول يا رب أعني فيه على ما يرضيك عني وصوم رمضان بنية أن أنت تترقى في الدرجات بش صيام عن الأكل والشراب وفقط لا صوم رمضان بنية أن كل الحواس تصوم أن أنت بتجوع الجسد لترقى الروح وترقى النفس وتهذب النفس وتربيها وأنا كنت بتكلم مبارع عن النفس البشرية وأن أنواعها وعن تربيتها وصيانتها وترقيتها أفضل طريقة ترقي بها النفس وتؤدب بها النفس وتهذب بها النفس الجوع إنك تجوعها لأن النفس لما تجوع الروح بتسمو وترتقي وتصل إلى أعلى عليين فربنا يرزقنا صيام الكمل من عباده المؤمنين اللهم أمين فاصل وأرجع لحضراتك تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب ترجمة نانسي قنقر